أهلا بحضراتكم في بيت للكل زي ما تعودتم معانا إن إحنا كمان يمكن فات على أعمال رمضان فرصة إن إحنا الوجوه اللي لمعت الحقيقة في شهر رمضان من خلال الدراما فبنحاول إن إحنا كمان نلتقي مع هذه الوجوه لأن هما الحقيقة قدروا إن هما يعملوا طلة كده منيرة وقدروا إن هما يثبتوا نفسهم في أعمال كبيرة ضخمة ومن الوجوه دي قررنا النهاردة إن إحنا نص تضيف وتكون من ورانا في استوديو بيت للكل الفنانة رحاب الجمال رحاب الحقيقة نجحت في أعمال كتيرة جدا حتى قبل رمضان ولكن في رمضان عشرين أربعة وعشرين كان عندها عملين والاتنين الحقيقة مختلفين تماما بيت الرفاعي كتعمل دور ناعم لطيف وجميل وأيضا في صدفة لأنه العمل لايت كوميدي كتعمل دور مختلف إزاي قدرت تعمل ده ده اللي حنعرفه لما نرحب بالعزيزة والنجمة رحاب الجمال مساء الخير يا رحاب مساء الخير مساء الخير رحاب مساء الخير عليكم لسانوا نطيبين ومرسي جدا اللي وجودي معاكم وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة إن شاء الله شرفتين بوجودك يعني بالبداية زي ما تفضلت شافكي أنه اليوم قديش الفنان من الصعب أنه يقدم عملين بنفس الوقت وأي مهنك حتى كانت نكتشترى الشغلين اليوم صعب كثير أو مثلا إحنا كم وضيعين نقدم برنامجين برضو كمان صعب يكون فيه لود وفيه ضغط وفيه استرس شغل ونتم سافر مع معمومونة فإحنا اليوم بنحكي عن مسلسلين ضخمين تحدث عن صدفة وبيت الرفاعي هذا العملين أيضا كمان هناك مشاهد كانت وشخصيات مختلفة تحتينا عن تجرباء وكيف كانت صعبة أو لا؟ أكيد صعبة جدا لأن المسلسلين كمان كانوا 30 حلقاء يمكن كتبها أهدى شوية لو 1-15 و 31-30 فكانوا واخدين أنت حظك اللي 2-30 30 وال2 واخدين وقت كبير قوي في التصوير واخدين معي مجهود ذهني وصحي وعصبي لأن في البداية لما أقرى لدورين فيهم حاجة من بعض أخت البطل أخت البطلة طيبة طيبة بتخاف على أختها بتخاف على أخوها بتدافع عن أخوها في ورطة بتدافع عن أختها في ورطات وصدمات فخفت قبل ما أخذ القرار كان لازم أتكلم مع لقسات ذا الاتنين المخرجين عشان أمسك تفاصيل الشخصيات الحمد لله طبعاً بسهم مختلفين يعني إحنا شفناك مختلفة هم على الورق ما حسيتش في البداية أنهم مختلفين ده المخرج الرؤية الإخراجية والمجهود اللي بزلناه كلنا علشان أفهم كمان من المخرج تفاصيل الشخصية خلي بالك كمان ده فيه دي بتطبخ ودي بتطبخ أيوة صح ودي عملت مطبخ أولاين ودي عملت أنا حسيت أني لأ طلشها بعد جداً طلشها بعد أمسك